تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن قتل انتحاري من جماعة طالبان قتل خمسة مدنيين وأصاب خمسة وعشرين آخرين بجروح في جنوب أفغانستان في هجوم نفذه بسيارة مفخخة فجرها في موقف سيارات قرب مقر الشرط الرئيسي في لاشكركاه بحسب ما أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية هلموند من جهاته قال مدير المستشفى المحلي إن ثمانية وثلاثين جريحا نقلوا إلى المستشفى معظمهم من تلاميذ المدارس قتل مسلح جماعة بوكوحرام المتطرفة ستة رجال في قرية شمال شرقي نيجيريا وقد تسلل تسعة من مسلح جماعة المتطرفة إلى قرية كيجي ماتاري في شمال شرقي ولاية بورنو واقتحموا بيوت رجال الستة بما فيها بيت زعيم القرية وذبحوهم جميعا عبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن استعداد بلاده لإجراء محادثات سلام مع كوريا الشمالية في المستقبل القريب مشيرا إلى ترحيب الولايات المتحدة بما وصفه بضبط النفس الذي أظهرته بيونج يانج مؤخرا فيما يخص برنامجها للأسلحة أفادت وكالة رولترز بأنها اطلعت على تقرير سري للأمم المتحدة يفيد بإرسال كوريا الشمالية خلال الأشهر الستة الماضية شحنتين من الأسلحة إلى مركز جمراي الحكومي المسؤول عن برنامج النظام الكيميائي في سوريا وتوثق عشرات الصفحات منه انتهاكات كوريا الشمالية للعقوبات المفروضة عليها وتقدم أدلة جديدة على استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي في سوريا قال المكتب الإعلامي لقوى الثورة والمعارضة في سوريا إن نحو خمسين مدنيا قتلوا بضربات روسية على تجمع للنازحين شرق مدينة حما وسط البلاد وأفاد نشطون أن طائرات روسية ارتكبت منزرة مروعة في ناحية عقربات شرق حما إثر ضربات جوية استادفت تجمعا للنازحين أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية قتل سبعة وثلاثين إرهابيا وتدمير ثلاثة مواقع لتنظيم داعش في قضاء تلعفر بحسب بيان نقلته وسائل إعلام عراقية وضف البيان أن طائرات قوات التحالف الدولي ننفذت ثلاثين ضربة جوية تسع وعشرون منها في قضاء تلعفر قررت شركة فيسبوك تطوير خاصية التحقق من السلامة سيفتي تشيك التي تتيح لمستخدمي الشبكة طمأنة الأهل والأصدقاء على سلامتهم لدى حصول أحداث مأساوية من خلال جعلها أكثر وضوحا ويسرا في الاستخدام وتشغل فيسبوك خاصية سيفتي تشيك بعد تلقي بلغات من الوكالات العالمية للإبلاغ عن الأزمات وكميات كبيرة من الرسائل في شأن حادثات معينة هيئة الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة